هتلر الشرق الأوسط الجديد. بهذا الوصف نعته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. المنشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنأي في مقابلة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز. الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع السعودي. إلا أن الأمر يقول أن الأمر يتطلب مواجهة نزعة التوسع الإيرانية في عهد خامنأي. في ضمن ما قاله سلمان في هذه المقابلة أيضا الولي الفقه الإيراني هو هتلر الشرق الأوسط. ويضيف نحن تعلمنا من أوروبا أن التسوية غير ناجحة. نحن لا نريد أن يعيد هتلر الجديد في إيران. ما حدث في أوروبا في منطقة الشرق الأوسط. طبعا هذا التشبيه لما قام به النازيون في أبانى الحرب العالمية الثانية. طبعا ولكن فور انتشار هذه التصريحات بدأ مستخدمو تويتر التفاعل مع الخبر. وانتشرت تغريدات منها ما هو موال لموقف ولي العهد السعودي. منها مثلا حمدان الشهري وهو أكاديمي ومحلل سياسي. يقول لله درك محمد بن سلمان. وهو يتحدث عن ملالي طهران وإرهابهم. فهو يتحدث بلسان كل سعودي حر. وعندما يقول بأن هتلر الشرق الأوسط هو خامنأي. يجعل من كانوا مع هتلر في حقبته يعيدون التفكير. إن كانوا يريدون أن يؤيدوا هتلر اليوم أيضا. الإعلامي عابد الحليلي قال. خامنأي هتلر الجديد. وصف دقيق لهتلر الشرق الأوسط الجديد. طبعا معنا في الأستوديو نجاح محمد علي. المختص في الشؤون الإيرانية والخليجية ليعلق لنا على هذه المسألة. مرحبا بك أستاذ نجاح. حرب كلامية أم برأيك تمهيد لحرب فعلية؟ لا هي حرب كلامية. الإيرانين أيضا وصفوه بصدام الصغير لمحمد بن سلمان سابقا. وأعتقد الآن هذه التصريحات وهذه الحرب الكلامية. يرادوا منها الإعلان عن التطبيع الفعلي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. أنا لا أعتقد أن هناك حربا قادمة بين الطرفين. خصوصا بعد إجهاض المشروع السعودي في لبنان. كان يفترض أن تشن حرب على لبنان. عندما استدعي رئيس الوزراء اللبناني إلى الرياض. وتمت إعلان استقالته من هناك. كان يفترض أن تشن حرب على لبنان. لكن اللبنانيون وحزب الله تحديدا أحبطوا هذا المشروع بعد أن عرفوا بالأهداف. وسربوا من جهتهم أهدافا. هم أيضا كانوا يريدون قصفها في السعودية وفي إسرائيل. عن طريق طبعا الفرنسيين إلى إسرائيل. فإسرائيل انسحبت. والصاروخ قصة الصاروخ الحوثي الذي ذهب وانطلق إلى مطار الرياض. كانت رسالة أيضا بأنه ربما ستتسع الحرب إذا وقعت. لن تكون مقتصرة في اليمن. البارحة اسمحي ليقول أيضا أن المرشد علي خامنئي. ومعه قائد الحرس الثوري. اللواء محمد علي جعفري. تحدثوا عن إمكانية. جعفري كان واضحا بشكل صريح. عن إمكانية تقديم دعم إلى الحوثيين لو طلبوا. يعني وداوني بالتي كانت هي الداء. وكما فعل عبد ربه منصور. هذه طلبة من السعودين. فتدخل السعودين. محمد بن سلمان يتحدث من منبر أمريكي إذا صح التعبير. ويستخدم وصفه بهتلر. بتشبيه أو تخويف ربما إلى الغرب. من أنه قد يكون هتلرا قادما في الشرق الأوسط. إذا كنت تعتقد أن هذا تطبيعا مع إسرائيل. فهذا توسيع في القوة وفي حجم المواجهة مع إيران مثلا. لا لا هو لا يستطيع أن يخوف الغرب. لأن العلاقات الإيرانية الأوروبية تحديدا الآن على قدم وساق. وأنت على صلة بموضوع الملف الدولي. كما تعرفين تذكرين أن فدريكا موغريني. يعني الاتحاد الأوروبي. الآن يريدون أن يفتحوا. ولكن هذا حدث لترامب. يريدون أن يفتحوا. ترامب يكون لهم موقف مختلف مع إيران. الأمريكان موقفهم مختلف حتى الآن. الإدارة الأمريكية فقط. يعني ترامب تحديدا. بانتظار ما سيتقول إليه الموقف الأمريكي من الملف النووي. الاتحاد الأوروبي يعتزم أن يفتح مكتبا له في طهران. هذا يدل على أن هناك علاقات إيجابية إيرانية أوروبية. حتى لمواجهة ما يمكن أن تسفر عنه قرارات ترامب فيما يتعلق بالملف النووي. أنا أعتقد هذه زوبعة في فنجان. والإيرانيون بصراحة يستنزفون المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة في اليمن. والخاسر هو محمد بن سلمان. أستاذ محمد نجاح محمد علي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدين ولكن خطاب محمد بن سلمان لم يتضمن فقط تعليقاتي حول خامنة إبال تطرق إلى ملف محاربة الفساد. دعونا نتوقف عن أبرز ما قاله محمد بن سلمان. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة